دائما الإنسان الموفق الناجح هو الذي آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وجعل الإسلام دليله وقائده في كل شؤون حياته والإنسان المؤمن الناجح الموفق في حياته الدنيوية وفي حياته الدنيا أيضا هو الذي يحسن التصرف ولو تأملنا السر وراء حسن التصرف عند كل مسلم موفق ناجح بفضل الله تبارك وتعالى رأينا خصلة ما أحوجنا إليها في هذا الزمن خصلة محتاجين كلنا نتحلى بها في هذه الأيام ألا وهي خصلة الوعي الوعي الإدراك إن نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ما كل من يبصر وعى ما أبصر وما كل من سمع وعى ما سمع مرة أخرى ما كل من يبصر وعى ما أبصر وما كل من يسمع وعى ما سمع لذلك الله عز وجل يقول لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح نظر الله مرأة سمع ما قالت فإيه فوعاها صلوات ربه وتسليمات عليه من خلال قضية الوعي من خلال خصلة الوعي من خلال صفة الوعي تستطيع قراءة ما بين السطور يقول لك ده إنسان واعي إنسان عنده فطمة إنسان عنده كياسة إنسان عنده دهاء إنسان عنده ذكاء بالوعي تستطيع بالوعي قراءة ما بين السطور وتستطيع بالوعي أيضا أن تضع النقطة على الحروف على سبيل المثال في الصحيحين أن امرأتين أتيا إلى سيدنا سليمان عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام خرجت على سنة سليمان عليه السلام وكانت امرأة منهم صغيرة في السن والأخرى كبيرة في السن ومعاهم ابن ولد فبيقول له احتكم إحنا أحكم لنا الولد ده ابن مين مننا ابن الصغيرة ولا ابن الكبيرة بكل اختصار وبكل وضوح وبكل بساطة يعمل يسيدنا سليمان عليه السلام شوف الوعي هو ده أنا بتكلم عنه لسته بخب ولا خبه يخدعني أنت بالوعي سلاح يمنعك بعد الله تباره وتعالى أن تقع فريسة الغشة أو الخداعة سيدنا سليمان عليه السلام لما امرأتين جولوا ومعاهم ابن صغير أحكم الابن ده المين ليه أنا صغيرة ولا للكبيرة يعمل يبقى سليمان عليه السلام شوف الوعي شوف الذكاء شوف الفطنة شوف الكياسة يعمل سليمان عليه السلام يأتي بسكين يقول للمرأتين سأشقه بينكم خلاص أشقه نصين كده أتباحه كده وشقه نصين كل واحدة تاخد نص فقالت المرأة الصغيرة في السن الصغرى قالت لا لا هو ابنها هو ابنه للكبرى هو ابنه للمرأة الكبرى طيب بالعقل كده يحكم سيدنا سليمان للابن دلمين الكبرى يحكم به للمرأة الصغرى لأنه لو كان حقا ابن للمرأة الكبرى لما رضيت المرأة الكبرى بشقه نصفين هي من اللي صاحبت عليها ومن اللي قالت لا ما تشقوش من اللي قالت ما تتباحوش المرأة الصغرى قالت له لا لا ما تتباحوش هذا ابنه للكبرى ومع ذلك حكم به للصغرى لأن المرأة الكبرى لم تعترض على شقه نصفين هو ده الوعي هذا ما نريده لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان دائما ما يقول لست بخب ولا لخبه يخدعني فبالوعي الوعي سلاح سلاح يمنعك بعد الله عز وجل أن تقع فريسة للغش أو الخداع في هذه الحياة الدنيا طبعا الوعي له مجالات عديدة فيه وعي اجتماعي بنسمع عنه وعي اقتصادي وعي ثقافي وعي فكري وهناك وعي هو أهم أنواع مجالات الوعي وهو وعي الديني للأسف بسبب كلة الوازع الديني وبسبب كلة الوعي الديني عند كثير من الشباب خاصة في هذا الزمان انتشرت الفواحش وانتشرت الجرائم ولا حول ولا قوة إلا بالله وتطاول الكثير على دين الله تبارك هذا بسبب كلة الوعي الديني عند الكثير من المسلمين والمسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله